خبر حلو خبر كتير حلو خبرنا الحلو لليوم بيقول أول علاج ثوري لإعتام عدسة العين أظهر علاج ثوري جديد لإعتام عدسة العين نتائج إيجابية في الاختبارات المعملية مما بيعطي أمل في إمكانية علاج الحال اللي ما بيمكن علاجها حاليا إلا بالجراحة عن طريق استخدام الأدوية وإعتام عدسة العين هو بغشاوة في عدسة العين بتتطور بمرور الوقت وبتأثر على جودة الرؤية يتسبب إعتام عدسة العين في فقدان البصر والعمى لملايين الأشخاص حول العالم خبر حلو خبر كتير حلو ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم ترجمة نانسي قنقر